مبارك عليكم الشهر وموضوعنا اليوم بيكون عن تغذية سليمة للمسنين طبعا من أولوياتنا الاهتمام بهم لأنهم يحتاجون نحن نراقب أكلهم بحيث أن يكون نظامهم صحي ومتوازن خلال فترة شهر رمضان كونهم يصومون فترة طويلة من النهار قد أنهم يتعرضون لنقص في الفيتامينات والمعادن وما ننسى قد يكون عندهم بعد أمراض مزمنة كالسكري والضغط كون نحن على فطور نخليهم يشربون كمية كافية من السوائل ونحاول شويا نقلل من كمية المنبهات عشان نجنبهم الجفافة برمضان ونمركزون على خاصة الماء والفواكه الطازجة والخضروات بها ألياف جيدة جدا لهم طبعا الراعي كذلك تقدم السن والمضغ أنهم يمضغون الطعام جيدا ونحاول نحن نسوي لهم حتى الأطعمة المهروسة التي تكون حتى تكون مقطعة بحيث أنها تناسب احتياجاتهم دمتم دائما في صحة وعافية ورمضان كريم علينا وعليكم اشتركوا في القناة